أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتحرك على مختلفية المحاور لمواجهة تدعيات الأزمة العالمية الراهنة حيث تقوم بالعمل على توافر مختلفية السلع في الأسواق وبأسعار مناسبة ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث أكد مدبولي أن الدولة حرصت عند التحريك الذي طرأ على أسعار المواد البترولية على مراعاة امتصاص الدولة للجزء الأكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية وتحميل المواطن الجانب الأقل كما أشار مدبولي إلى أنه تم تكريف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من أثار هذه الأزمة العالمية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا ووجه رئيس الوزراء بأن يكون هناك تواصل مستمر مع الوزراء والمسؤولين مع البرلمان وكذلك وسائل الإعلام المختلفة لشرح التحديات التي يتم مواجهتها حاليا مؤكد أن الدولة تبذل جهودا مضنية لتخفيف حدة هذه الأزمات